اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النيجر ومالي في الفترة المسائية متابعين كراملت رقب لغيوم كثيفة ستميز كل المناطق الشمالية للجزاء المناطق الغربية الوسطى والشرقية ومناطق شمال الصحر والوحات ومنطقة الصورة واجبا صافية مشمسة على باقي المناطق الصحرية في حين المناطق الجنوبية قصر جنوب مرتفعات الهوغار والتسلي سنسجل بعض الأمطار ستميز ولاية إليزي أيضا زخات مطارية غير مستبعدة في الفترة المسائية على المناطق الشرقية الداخلية والأوراة ستكون أمطار ضعيفة نسبيا ومتفرقة على شكل قطرات ضعيفة متابعين نذكر بدرجات الحرارة القص والمرتقبة اليوم الأربعاء سنسجل ما بين 22 إلى 24 درجة وبداية الارتفاع في درجة الحرارة على المناطق الشمالية ما بين 29 إلى 33 درجة ما بين منطقة الصورة وشمال الصحر والوحات وسط الصحر في حين المناطق الجنوبية ما بين 33 إلى 36 إلى 37 درجة على ولية أدرار بني عباس وتيميمون بالإضافة إلى منطقة عبادلة وتيندوف في حين تمنى راست وإليزي ما بين 33 إلى 35 درجة الرياح متابعين ستكون في الموعد على مناطق الأوراس وأيضا المناطق الجنوبية الغربية من تيندوف إلى بني عباس وتيميمون وغرداية سرعة الرياح قد تتجوز 25 كم في الساعة كل الخير إن شاء الله نتمنى للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته